السيدات والسادة السلام عليكم وطبا يومكم وأهلا بكم إلى هذه الجلسة الفريدة والمثيرة للاهتمام التي سنتحدث فيها عن المؤسسات الحكومية أو عن المؤسسة الحكومية ربما بعضكم يفكروا بطريقة معينة وبالنسبة إلي يبدو أن الربط بين الحكومة وكرة القدم غريب ولكن خلال هذه الجلسة سوف ننظر إلى السبيل الذي يسمح للحكومة بالاستفادة من كرة القدم ومن خبرة كرة القدم وتنظيمها من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء سوف ننظر إلى كيفية استفادة الحكومة من أسلوب الإدارة في النوادي أو أندية كرة القدم وكيف يمكن لهذه الحكومات أن تتعامل مع الخدمات العامة والمتعاملين السيدات والسادة من هو أفضل للحديث من الخدمات العامة وكرة القدم غير هذا الشخص الذي قام بكل ذلك عندما نفكر بكرة القدم والحكومة والعملاء يتبادل إلى ذهننا اسم هذا الشخص ويصعب علي كثيراً أن أقدمه لكم سيداتي سادتي لأنه هنا لدي صفحات طويلة للمناصب التي شغلها هذا الشخص على مدى السنوات الطويلة وكي أقرأ كل ذلك سيستغرقني ذلك ساعات ولن أنصفه وأعطيه حقه وبما أننا نتحدث عن كرة القدم والعملاء ربما يمكنني أن أتحدث عن منصبين أو ثلاثة أنه اليوم يشغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي هذا النادي الكبير وهو منصب يشغله منذ عام 2012 أنه أيضاً المدير العام السابق أو المدير العام لنادي برشلونا لكرة القدم السابق بين عامي 2003 و2009 وهو أيضاً يعمل في صناعة الاتصالات وقد مدى على عمله في هذا المجال عشر سنوات أنه السيد فيروند سوريانو شكراً جزيلاً إنني سعيد جداً أن أكون بينكم هنا اليوم أنه لشرف كبير أن ألبي هذه الدعوة وأنا أشكر صاحب السمو الشيخ منصور على هذه الدعوة سوف أبذل قصار جهدي كي أربط بين كرة القدم والحكومة ولكن قبل أن نبدأ دعونا نتحدث عن هذه الجلسة وتسلسلها سوف يقوم السيد سوريانو بعرض وبعد ذلك سينضم إليه في جلسة تتضمن أسئلة وأجوبة أريد أن تكون هذه الجلسة تفاعلية أن تشتركوا معنا في هذه الجلسة منذ البداية سوف أخذ أسئلتكم وملاحظاتكم حول نقطة معينة وبعد ذلك ننتقل إلى ناحية أخرى من الموضوع وفي غضون ذلك سوف أراقب التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي نود أن تتفاعلوا معنا منذ البداية لا تنتظروا حتى اللحظات الأخيرة كي تطرحوا أسئلتكم وبما أننا نتحدث عن كرة القدم دعونا نبدأ هذه الجلسة السلام عليكم السلام عليكم شكرا جزيلا سنتحدث خلال الدقائق القادمة عن كرة القدم ربما السؤال الأول الذي يطرح لماذا نتحدث عن كرة القدم ما علاقة كرة القدم بالخدمات الحكومية والشركات أعتقد أن كرة القدم هي ربما تعتبر رمزا للحياة فهي تتركز في منطقة محددة جغرافيا وما يحصل على أرض الملعب خلال الدقائق التسعين يمكن أن نستفيد منها ونتعلم منها في حياتنا اليومية وفي حياتنا المهنية أيضا وفي مجال الخدمات الحكومية وسأحاول أن أتحدث عن كرة القدم وأن أعطيكم أمثلة عن أمور تعلمتها في هذا المجال وأعتقد أنها تنطبق على كل المجالات في الحياة أول ما أود أن أتطرق إليه هو الخيم الخوذات مرارا وتكرارا في حياتنا نواجه أوضاعا مختلفة وصناعات مختلفة وأمورا جديدة لابد من أن نتعلمها والناس يقولون دائما أن الأهم هو الحظ الحظ يجب أن نكون محظوظين هذا ما نسمعه دائما وهذا بالضبط ما يحصل في كرة القدم وأود أن أشارككم هذه الدعابة الشخصية في عام 2003 في يوم الأول في نادي أفسي برشلونة كنت الرئيس التنفيذي كنت بالطبع أصغر سنا منذ عشر سنوات وبالطبع الشخص الذي سبقني كان أكبر سنا قال لي سأعطيك نصيحة واحدة لا تأتي إلى هنا مع أفكارك النابعة من عالم الأعمال مع حس الأعمال الأمر كله يتعلق بالحظ إذا ما دخلت الكرة المرمة فالأمور تسير على ما يرام وإذا ما كانت خارجه إنها كارثة لقد أعجبت بذلك ولكنني لم أصدقه حينها لم أؤمن بأن الأمر يتعلق بالحظ بل كنت أؤمن أنه يتعلق بالذكاء والعمل الكاد وأنا الآن أكتب كتاباً بعنوان الطابة أو الكرة لا تدخل المرمة بالحظ إذن إنها أدوات الإدارة الذكاء نفسه والعمل الكاد نفسه الذي تستخدمونه كل يوم في عالم الأعمال وفي القطاع الخاص هو نفسه الذي يعتبر الأداة الناجحة في كرة القدم خلال الدقائق التالية أود أن أتحدث عن ذلك ولكن أولاً أود أن أدعوكم إلى مشاهدة فيديو لمدة دقيقة عن أكبر الأمثلة التي استخدمت من أجل التشديد على أهمية الحظ إذن هذه المباراة النهائية لدوري الأبطال عام 2007 إذن نادي تشيلسي مقابل نادي مانشستر يونيتد انتهت المباراة بنتيجة واحد مقابل واحد وضربة جزاء كريستيانو رونالدو عليه أن يسدد هذه الضربة الأخيرة إذن تشيلسي هي على وشك أن تفوز بدوري الأبطال والشخص الذي سوف يسدد الضربة هو الكابتن كابتن الفريق وهو أيضاً أحد مشجعي تشيلسي الذين نموا على حب هذا النادي إذن هذا الشخص في موسكو كان على وشك أن يفوز بدوري الأبطال وجائز بقيمة أربعين مليون دولار لصالح نادي تشيلسي وهذا ما حصل شاهده الحظ هذا ما قاله الحظ إذن سدد الضربة وقام بالأمور الصحيحة إذن لأننا نرى حارس المرمى يذهب باتجاه والكرة في اتجاه آخر ولكنه تزحلق ولم يتمكن من تسديد الضربة إذن شخص الذي كان يشاهد هذه المباراة حينها وقدم إلي هذه النصيحة قال لي هل ترى أنه الحظ ولكن كلا الأمر يتعلق بالعمل الكاد كي نصل أو كي يصل الفريق إلى المباراة النهائية ولكن بالطبع عندما يصل الفريق إلى المباراة النهائية الحظ يلعب دوره ولكن أيضاً كان العمل كاداً خلال الفترة السابقة وفي نهاية المطاف أعتقد أن الحياة تعود عن ذلك قد تكونون غير محظوظين في أحد الأيام وربما محظوظين في أيام أخرى لابد من أن تعملوا بكد كي تتمكنوا من الوصول إلى النهائية دائماً إذن ما حصل بعد بضع سنوات كان النقيد لذلك قد تتذكرون المباراة النهائية للشامبينز ليك في ميونيخ تشلسي مقابل مانشستر ويمكنكم أن تروا أنه كان هناك ضربة جزاء مجدداً إذن مجدداً الأمر لا يتعلق بالحظ بل بالعمل الكاد في مجال كرة القدم وفي مجالات أخرى ما سأفعله في الدقائق التالية هو أن أعطيكم لمحة عامة عن صناعة كرة القدم أعرف أن هناك مشجعين كثر لكرة القدم في دولة الإمارات وهناك الكثيرين الذين يعرفون الكثير عن كرة القدم ولكنني سأتحدث عن هذا المجال عن صناعة كرة القدم وما يحصل على أرض الملعب إذن أولاً هذه الصناعة تنمو تنمو أينما كان تنمو في أوروبا في الشرق الأوسط في آسيا ومصادر المدخيل أو الأرباح هي المدخيل من الملعب والسوق وأيضاً قنوات التلفزة لقد حصل تغير كبير في نماذج الأعمال إذا ما سألتم نفسكم منذ عشرين عاماً أو ثلاثين عاماً ما هو نموذج الأعمال لنادي كرة القدم فالنموذج هو نفسه نموذج السيرك إذن الناس يذهبون إلى ملعب من أجل مشاهدة كرة القدم مباشرة يدفعون ثمن التذكرة ويشاهدون المباريات ومنذ ثلاثين عاماً كانت معظم المدخيل تتأتى من ذلك ولكن قنوات التلفزة بدأت تنمو واليوم مصادر الدخل لهذه الأندية أصبحت ثلاثة أولاً الملاعب حيث يدفع الناس ثمن التذاكر التلفزيون والتصويق وهذا يشمل الرعاية وكل ما يتم دفعه على ملابس اللاعبين إذن النموذج لم يعد يشبه نموذج السيرك بل أنه يشبه نموذج وول ديزني كما تعرفون وول ديزني لديها شخصيات مثل ميكي ماوس وباكس باني ومع شخصية واحدة يمكن لشركة ديزني أن تصنع برامج تلفزيونية وأفلام ويمكنها أيضاً أن تبيع قمصاناً وقبعات إذن نادي كرة القدم شبيه بذلك ليس لدينا ميكي ماوس ولكن لدينا أبطال نبيع برامج نبيع قمصاناً وهناك أيضاً الملاعب التي يأتي الناس إليها لمشاهدة المباراة إذن أن عملنا اليوم في أندية كرة القدم يشبه عمل أي شركة أعلمية كبيرة لم يعد يشبه عمل السيرك بل أصبح أكثر تعقيداً وتشاعباً وأصبح عالمياً أيضاً إذن أن الصناعة تنقسم اليوم إلى جزئين الأندية المحلية التي يجب أن تتنافس على الصعيد المحلي والأندية الكبيرة الدولية مثل مانشستر سيتي الذي يريد أن يكون علامة تجارية عالمية لدينا أيضاً برشلونة، يونيتد، جوفنتس إذن أن المفتاح في هذه الصناعة اليوم لا يتعلق بولد صغير يريد أن يرتدي قميصاً يعود إلى ناد معين السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه ما الذي سيشتريه الناس في الصين أو الأولاد في الصين؟ ما الذي يريد الولد الذي يبلغ 13 عاماً أو 14 عاماً أن يشتريه في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل أريد أن أشتري قميصاً يعود لمنشستر، يونيتد، سوكس، سيتي، سيفيليا؟ كلا، إنهم يشترون سيتي، أرسنل، ليفربول، ريال مدريد، برشلونة إذن هذا مختلف، هذا دوري أبطال عالمي لعلامات تجارية كبيرة وهنا ينافس نادي منشستر سيتي، إذن هذه هي صناعة كرة القدم تخيلوا أنكم تتركون وظيفتكم الآن وتتوظفون في نادي منشستر سيتي وتأخذون مكاني، يجب أن تعرف أموراً بدهية، ما هو حجم سوق قرة القدم في العالم؟ بمعنى آخر، اقتصادياً، ما هو أفضل دوري في العالم؟ أعرف أن أشخاصاً يحبون الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ولكن الجواب لسؤالي بسيط جداً ولا يمكن أن يناقش، وسأريكم ملمة سأريكم مدخيل أبرز الأندية في أوروبا وفي العالم، هذا دوري الأبطال في الإنجليزي هناك أيضاً الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي هناك فرق هائل إن الدوري الإنجليزي هو أكبر سوق لكرة القدم في العالم إنه يشكل ضعف غيرهم من الدوريات أو البطولات إذن الآن قولوا لي من هو أفضل فريق لكرة القدم في العالم؟ لكل منكم رأيه الخاص، ولكنني سأتحدث عن الأرقام وعن الأعمال إذن أول ما أود أن أقوله هو أن هناك ناد واحد تمكن على مدى أعوام أن يكون الأكثر نجاحاً على الصعيد التسويقي والتجاري في العالم إنه فريق مانشستر يونايتد، هذه هي مدخيل مانشستر يونايتد منذ عام 1992 سوف يعزز ما أقوله لكم فكرة أن النجاح يتطلب عملاً كاداً وليس حظ توتنهام، انظروا إلى هذا الرسم البياني عام 1992 مدخول توتنهام في لندن كان 25 مليون، مانشستر يونايتد 25 مليون إذن هتان شركتان تتنافسان في السوق نفسه مع المدخيل نفسها دعونا الآن ننتقل إلى عام 2002 إذن عشرة أعوام، توتنهام 96 مليون، ومانشستر يونايتد 251 مليون إذن هذا هو الفرق بين الإدارة الجيدة والإدارة غير الجيدة الأمر لا يتعلق بالحظ، بل بالإدارة السليمة إذن دعونا نضيف بعض النقاط إلى ذلك دعونا نرى ما الذي حصل للفرق الإنجليزية الأخرى منذ عام 1999 وحتى اليوم، تشيلسي، أرسنال، ليفربول، توتنهام، هذه الأندية كانت تنمو ولكن أحداً منها لم ينمو بقدر يونايتد هناك أمور تغيرت خلال السنوات العشر الأخيرة ريال مادريد وبرشلونة، الفريقان الإسبانيين اكتشفا أن السوق لم تكن إسبانيا فقط، بل العالم وقد بدأ هذان الناديان ينموان وكنت محظوظاً بإدارة نادي برشلونة عام 2003 وعندما كانت المدخيل تساوي نصف مدخيل مانشستر يونايتد تمكننا في غضون ثلاثة أعوام من تجاوز يونايتد واليوم هذان الناديان هما أكبر ناديان في العالم فقط من خلال اكتشاف أن السوق لا تقتصر على إسبانيا ولكن تمتد إلى العالم، تمكن هذا الناديان من النجاح فريقان ينموان بار ميونيخ كان فريقاً ألمانياً أما الآن فبدأ يسوق لنفسه خارج ألمانيا وتمكن من أن يحاقق نجاحاً وباللون الأزرق لديكم نادي كرة القدم الذي حقق أكبر نمواً في تاريخ كرة القدم وهو مانشستر سيتي، لقد بدأ بمرتبة منخفضة وتمكن الآن أن يصبح أكثر الأندية غناً في العالم وهذا ما سيحصل خلال العام المقبل ما سيحصل هو أن ريال مدريد وبرشلونة مستقران على صعيد المدخول وكل الأندية الإنجليزية تنمو بسرعة لأن العقود التليفزيونية الجديدة للبريمير ليج هي أكثر من العقود قبلها بنسبة 50% وأكبر خمس أندية في العالم ستكون ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة وغيرها إذن بالطبع يمكنكم أن تفضلوا أندية أخرى ولكن إذا لم أردتم أن تتحدثوا عن القيمة الاقتصادية وقيمة الأعمال هذه هي الأندية الأكبر في هذه الشريحة يمكنكم أن تروا ما تحدثت عنه من قبل المداخل إذن تتأتى من التليفزيون ومن التسويق ومن الملاعب إذن الآن سأتطرق إلى الناحية الأخرى لذلك وهي التكاليف ما هي برأيكم التكاليف الرئيسية أو الأساسية للأندية؟ بالطبع اللاعبين أو أجور اللاعبين هل لديكم فكرة عن ما يجنيه لعبوا كرة القدم؟ دعوني أعطيكم فكرة أو أطرح عليكم سؤالا ملموسا في نادا كبير مثل سيتي أو برشلونة كم يجني أصغر لاعب سناً بالدولار ومن هو الذي يجني أكبر أجر أو أعلى أجر؟ من يريد أن يجرب حظه؟ إذن 30 ألف دولار 30 ألف دولار يومياً شهرياً سنوياً إذن سؤالي هو ما هو الأجر السنوي لأصغر اللاعبين سناً؟ وما هو أعلى أجر؟ إذن مليون ونصف درهم أو مليون درهم وخمسمائة ألف أربعمائة ألف دولار الأدنى أجراً إذن مليون ونصف مليون باوند للأدنى أجر أود الأجر السنوي أود أن تعطوني الأجر السنوي دعونا نتحدث الآن عن أعلى أجر كم يجني كريستيانو لونالدو أو ميسي سنوياً؟ 15 مليوناً 18 مليوناً إذن الرقم هو مليون دولار للأصغر سناً و30 مليون دولار لأكبر سناً إذن هنا نتحدث فقط عن الأجور إذن مجمل الأجر ويمكنهم أن يجنوا ضعف ذلك من خلال الأعلانات إذن الصمت ساد لأنكم تعتقدون أن هذا المال لا يكفي وأنهم يجنون أكثر مليون نحن نتحدث هنا عن شاب بعمر 18 عاماً إذن إدارة ناد لكرة القدم صعبة جداً لأنه تتم إدارة أشخاص في عمر الشباب ويجنون الكثير من المال أو مبالغ كبيرة يجب أن نعد أطفالنا ليصبحوا لعبي كرة قدم إذن عندما تحتلون منصبي هذا سيكون مصدر قلقكم الأول كيف ستمكنون من دفع هذه الأجور إذن الآن فهمنا قليلاً بعض المفاهيم المتعلقة بصناعة كرة القدم والآن أود أن أشارككم بعض الأفكار اخترت أربع أفكار أربعة أمور تعلمتها من كرة القدم وأعتقد أنها يمكن أن تكون مفيدة في الحياة والأعمال والخدمة العامة أود أن أحدثكم عن صيغة النجاح بالنسبة للمؤسسات أود أن أحدثكم أيضاً عن القيادة وعن قيمة التمتع بقيام وأيضاً صنع القرار والوقت المناسب لاتخاذ القرارات في دورة الأعمال إذن لنبدأ بالفكرة الأولى هل هناك منصيغة للنجاح؟ ربما ليس هناك منصيغة ولو عرفت هذه الصيغة لا احتفظت بها لنادي مانشستر سيدي ولكن هذه خلاصة أمور شهدت عليها وسأشاركها معكم لقد رأيت فريقاً ناجحاً برشلونة حيث فزنا بكل شيء وكان لدينا أمران أولاً الالتزام وثانياً التوازن ولكن دعوني أقول لكم ما الذي أعنيه بالالتزام بالالتزام أعني قوة داخلية ناتجة عن التزام بالنجاح أشخاص ملتزمين بالنجاح والأمر لا يتعلق بتاتاً بالمال لقد رأيت ذلك لدى اللاعبين الذين يريدون أن يفوزوا يركزون على المباراة ويريدون بالفعل أن ينجحوا لا يسعكم أن تدفعوا سمن هذا الالتزام لأنه يتعلق بأشخاص يستيقظون في الصباح ويقولون أنني ملتزم بالفوز بالنجاح أعرف ذلك لأنني رأيت أشخاص يتمتعون بالتزام حقيقي وأشخاص يتمتعون لا يتمتعون بهذا الالتزام الحقيقي رأيت ذلك مع اللاعبين نفسه عام 2006 في برشلونة مع لاعبين مثل رونالدونيا الذي كان بطلاً عالمياً وكان ملتزماً بالفعل بعد عام 2007 فقدنا كل شيء خسرنا البريمير ليج والشامبينز ليج وذلك لأن مستوى الالتزام كان أقل بقليل فقط إذن في بيئة تستحم أو تستحم فيها المنافسة نقص الالتزام يعني الخسارة أو الهزيمة فقد خال اللاعبون أنه يسعهم أن يرتاحوا ويركزوا على أمور أخرى في الحياة إذن الالتزام هو سر النجاح دعوني أعطيكم مثالاً عن مكون نجاح آخر وهو التوازن ما الذي أعنيه بالتوازن؟ أعني أمران أو أمرين أولاً كرة القدم هي لعبة معقدة هناك أحد عشر لاعباً وكل منهم يجب أن يعرف ما هي مسؤوليته وما الذي نتوقعه منه هذه النقطة الأولى النقطة الثانية على اللاعب أن يقبل ذلك وهذا صعب جداً بالنسبة إلى نجوم كرة القدم دعوني أعطيكم مثالاً في عام 2005 مدرب أفسي برشلونة كان فرانك وكان نادي برشلونة يفوز وقال لدي فريق من أحد عشر رجلاً عشت منه سوف يعملون في مجال الدفاع ورونالدينيو لن يلعب إنه أفضل لاعب في الفريق هو الذي سجل أكبر عدداً من الأهداف وفيما الجميع يركز على الدفاع أريد منه أن يرتاح ويكون مرتاحاً للهجوم التالي والأساس كان أن يقبل كل اللاعبين بذلك أنه النجم هو يرتاح وأنا أعمل أكثر في الموسم التالي بدأ رونالدينيو يسجل عدد أهداف أقل واللاعبون الآخرون لم يقبلوا التوازن الجديد على الصعيد العاطفي كانوا يقولون لما علي أن أعمل وهو يجلس مرتاحاً لماذا؟ والتوازن العاطفي هنا قد دمر لقد حالفني الحظ برؤية تشكيل فريق ناجح ورؤية أيضاً فريق يمنى بالهزيمة الأمر لا يتعلق بالتكتيكات بل بالعواطف بالناحية الإنسانية وبالتوازن الذي قد تعرض للخلل وسوف أريكم مثالين يسمح لكم أن تروا كيف تم تدمير فريقين إذن الفيديو هو عن الناس الفيديو الأول هو فيديو عن سامويل تو وهو لاعب جيد جداً وكان يعمل جاهداً ولم يكن راضياً لأن اللاعبين الآخرين لم يكنوا يلعبون والمدير لم يكن يعاقبهم كان يسمح بحدوث ذلك أنا هنا أتحدث عن كرة القدم ولكن أنتم ترون هذه الأمور كل يوم في عملكم هناك أشخاص لا يعملون ومن ثم أنتم تشعرون بالسوء لأنكم تعملون أكثر منهم إذن كان الوضع متأزماً ومدوتراً لم يكن أحد يتذمر ولكن في أحد الأيام ذهب سامويل تو إلى نشاط خيري غير مهم في مدينة قريبة من برشلونة وبينما كان يغادر النشاط سأله أحد عن رونالدينيو فعاد وتكلم وسوف تنظرون ودرون هنا ما الذي قاله لقد حطم إذن الفريق أنه يتحدث بالإسبانيا ولكن ترجمة متوفرة بالإنجليزية أنا أسامح ولكن لا أنسى سوف أعود وسوف يدفعون الثمن أنا في قضم حرب وهي ليست حربي إنها حرب بين شخصين ولن أكون كبشة محرقة إذا كان أحد يسيطر على الكرة فيجب أن يقول وإذا كانت لديه أي شكوى فليحدثني مباجرةً عندما يكون هناك شكوى ضدي ما يجب أن يفعلوه هو أن يقولوه لي أنا دائماً أتمرن أنا لم أتغيب عن التدريب في أي مرة لا يهمني ما الذي يقولونه أنا لطالما دعمت فريقي وزملائي في الفريق ورأسي سوف يبقى مرفوعاً أنا يهمني ما الذي يحصل هنا أنا لن أقول المزيد ولكن أؤكد لكم الذي يريد إقحام الصحافة في هذا ليس أنا وأنتم يجب أن تفهموا أن هذا ما يحصل كما ترون أنها كارثة لقد قال الكثير من الأمور السيئة عن زملائه لقد كان هذا بمثابة كارثة وفضيحة وقد حدث ذلك في قرية صغيرة في أحد الأيام إذا كانت هناك مشكلة وقد حاول الجميع أن يبادر بحل ما فقال أحدهم غداً في التدريب رونالدينيو وساموليتو سوف يتعانقان وسوف نأخذ صوراً للصحافة ولكن الجميع سوف يعرفوا أن هناك مشاكل في غرفة التدريب هناك رجل برازيلي أيضاً شخص حاول أن يساعد في حل هذه المشكلة مشكلة الفريق الذي كان يفوز ولم يعد يفوز بسبب هذا الاختلال في التوازن وقام بمقابلة وكان فعلاً يحاول أن يساعد الفريق وفي هذه المقابلة يقول كلمتين سوف تسمعونها هنا وهتان الكلمتان أصبحت من أبرز عنوين الصحف في برشلونة في اليوم التالي بينما هو كان يحاول أن يساعدنا أعتقد أن هناك الكثير من الناس الطيبين في العالم ولكن هناك أيضاً أشخاص سيئين وأيضاً في غربة التدريب هناك أشخاص طيبون وأشخاص سيئون هكذا هو العالم لذلك نحن داخل مجموعاتنا من خمس وعشرين أو ثلاث وعشرين لاعب ومدرب نحن عائلة ولكن أحياناً دائماً في العائلة يكون هناك هناك شخص لديه أطباع صعبة وأطباع خاصة به تعرفون أن اللاعبين محاطين بالمال وبالنجاح والشهرة والنساء وحياة سهلة أحياناً وبالتالي فإن القيم الحقيقية تبدأ بالتلاشي من حياتهم إذن في اليوم التالي كل عناوين الصحف كانت تتحدث عن هذه التصريحات من هو ومن هي النعجة السوداء في عائلة فريق برشلونة إذن كان الجميع يتساءل عن هوية الشخص الذي كان يقصده هذا الشخص بكلامه إذن نحن نتحدث عن فريق كان يتمتع بالتزام حقيقي وبتوازن حقيقي فقد بعضاً من توازنه وبالتالي تعرض للدمار أعتقد أن هذا الأمر يعتمد أيضاً أو ينطبق أيضاً على عملكم وشركاتكم أمر آخر أود تنوله هنا هو موضوع القيادة كيف تستطيعون أن تقودوا الناس ما تعلمته في كرة القدم هو أن القيادة أم صعب جداً يجب أن تختاروا أسلوب القيادة الخاص بكم استناداً إلى ما يحتاجه الفريق ليس استناداً إلى شخصيتكم الناس عادةً يعتبرون أن الشخص أو القائد الجيد هو شخص ذات شخصية قوية ولكن القائد الجيد هو شخص يستمع إلى فريقه يصغي إليه ويفهم نوع القيادة التي يحتاجها الفريق ويطبقها وسوف أريكم بعض الأمثلة ما أحاول قوله هنا هو أنكم إن كنتم قادة في مؤسسة اسألوا أنفسكم التالي الفريق الذي أقوده كم من موهبة يتمتع بها ما مدى الموهبة هل هم ملتزمون فإذا أصبحتم تقودون فريقاً جديداً أحياناً لا تجدون المواهب ولا تجدون الالتزام عندها تواجهون مشكلة وبالتالي يجب أن تعيدوا بناء الفريق ولكن أحياناً لا تكون الأمور بهذا السوء إما يكون هناك الكثير من الالتزام ولكن لا يعرفون ما يجب أن يفعلوه أو أشخاص يعرفون ما يجب أن يفعلوه ولكن الالتزام ليس بدرجة عالية أو الحيوية ليست كبيرة دعوني أعطيكم مثلاً من عالم كرة القدم سوف أعطيكم أمثلة عن الحالات التي خسرنا فيها وربحنا فيها ولكن أعتقد أن الخسارة تعلمنا أكثر من سواها في العام 2007 بارشالعونة خسرت البطولة ضد ريال مادريد بفضل هذا الشخص فابيو كابيلو كان مدرباً لريال مادريد وبرشالونة كان لديها فريق يتحلى بمواهب أكبر هذا الرجل ذهب إلى ريال مادريد وقال لدينا مواهب أقل من بارشالونة ولن نفوز استناداً إلى المواهب سوف نفوز استناداً إلى الشجاعة وإلى الالتزام لذلك أخذ لاعبين لاعبين لديهم مواهب أخذهما وهما رونالدو وبيكام واعتمد على وضعهما جانباً واعتمد على لاعبين آخرين قاموا بتشكيل الفريق وكان شعارهم بالإسبانية خونتوس بوديموس معاً نستطيع إذن لقد استخدم أسلوباً مباشراً جداً عندما يكون فريقكم لا يعرف ما يجب أن يفعله ولكنه ملتزم تقولون للفريق إليكم ما يجب أن تفعلوه الأسلوب يكون مباشر في أسلوب القيادة ولكن من ناحية أخرى فرانك رايخر رأيت فرانك رايخر يقوم بالتدريب فرانك رايخر ذهب إلى برشلونة وبرشلونة لديها الكثير من المواهب شعبي هو أحد أهم المواهب في التاريخ كانت لديه الموهبة ولكنه لم يكن ملتزمة إذن أخذ رايخر منه هذه الموهبة لكن أسلوبه لم يكن مباشراً لقد تكلم مع شعبي وقال له لو كنت مكانك لكنت جربت هذا الأسلوب لماذا لا تجرب هذا الأسلوب؟ وهناك فرق بين الاقتراح وبين الإملاء على الآخرين إذن في مرحلة من الوقت كان الفريق يتمتع بالموهبة وبالالتزام إذن ما قام به هو توزيع الأدوار في عام 2006 أخذهم رايخر إلى خلوة وعادة أخذها عزلة وسألهم وسأل الفريق رأيه حول ما يجب أن يفعلوه سألهم رأيهم لأنهم كانوا يتمتعون بالالتزام ولكن في السنة التالية لم يكن الالتزام بنفس المستوى فاضطر إلى العودة إلى الأسلوب المباشر بدلاً من أسلوب توزيع الأدوار وتمكن عندها من إعادة بناء فريقه ورفع مستوى الالتزام إذن قبل اتخاذ قرار حول نوعية القيادة يجب أن تنظروا إلى مستوى الالتزام إلى مستوى المواهب هل يجب أن تستخدموا أسلوب المباشر أو أسلوب توزيع الأدوار أو تلعبوا دور المدرب البحث فلنتحدث الآن عن أنواع القائد لدي أفكار عن أنواع القادة وقد وزعت هذه الأنواع كما يليه مهارات الناس في الإدارة هل أنتم قادرون على إدارة الأشخاص؟ ما مدى مهارتكم في ذلك؟ ومن ناحية أخرى هو المحتوى ما مدى معلوماتكم ومدى معرفكم بعملكم بقطاعكم وبالمجال الذي تعملون فيه؟ كيف تستطيعون أن تكونوا قادة إن لم تحسنوا إدارة الناس ولا تدرون ما تقولونه؟ عندها تخذون حرب تفوثون في الحرب وتقولون مثلا أنا القائد لأنني فزت بالحرب كغاز وطبعا هذا الأسلوب ننصح به فلنتحدث عن نوع آخر من القادة أعني بذلك الخبير السلطوي والاستبدادي أي أنك لا تعامل أي أن تكون خبيرا جيدا وممتازا في مجالك سوف أعطيكم مثالا عن الخبير الاستبدادي هذا الشخص هذا الرجل الذي ترونه هنا جراغ هاوس من المسلسل التلفزيوني إنه أفضل طبيب في العالم ولكنه يعامل الأشخاص العاملين معه بطريقة سيئة جدا طبعا هذا ينجح في الأفلام ولكن ليس في الحياة الوقعية بغض النظر عن مدى جداراتكم وماهرتكم إن أسأتم معاملة العاملين معكم فسوف يتذكرون ذلك دوما وفي أحد الأيام قد ترتكبون خطأا وفي ذلك اليوم سوف يقتلونك رأيت في كرة القدم الويهان فال وهو مدرب ومتاز ولكن أسلوبه صعب جدا وما حصل له في بارسلونا وبايرن ميونيخ الناس لا يحبونه ولكنه يربح ولكن في يوم ما لم يربح فريقه عندها يستاء الجميع منه ويحاول الجميع طبعا أن يلومه ويلقي اللوم عليه في الأفلام هذا النوع من القيادة ينجح ولكن ليس في الحياة الوقعية مقابل ذلك هناك نوع من القاضى يسمى بالميسر إنهم أشخاص يحسنون إدارة الأشخاص نرى هذا في مجال إنتاج الأدوية مثلا عندما تتعاملون مع العلوم ربما لا تفهمون كل العلوم ولكن تحسنون إدارة العلماء في مجال ما ولكن هذا أيضا نموذج لا يمكن أن يطول ففي أحد الأيام قد تصعب الأمور بالنسبة إليكم فأنتم يجب أن تحصلوا على مساعدة من شخص خبير يعرف أكثر منكم طبعا هناك أيضا القائد الذي يكون مدربا يكون ملما بكرة القدم ويجيد إدارة الأشخاص وهذا النموذج ينجح سوف أخصص بعض الوقت للحديث عن الأشخاص والفرق إليكم الخصائص الأساسية لتحقيقي أو لتشكيل فريق ناجح وفائز أولا أنتم بحاجة إلى شخص يتمتع برؤية وبشجاعة وبحماس شخص يرى أمورا لا يراها الأخرون شخص يرشدكم على الطريق الصحيح إنه شخص يقول هذا ما نحتاج إلى أن نفعله بالمقابل نحن بحاجة إلى ما نسمى دكتور نو أو الطبيب نو إنه يقول لا دائما يقول دائما لا لكل شيء تطلبونه لا لا يمكننا أن ننفق المال عادة يكون مخططا جيدا يكون حذرا وطبعا أنتم بحاجة إلى شخص منه لأنكم إن اعتمدتم على الشخص ذات الرؤية فقط فسوف يكون الأمر خطيرا لذلك أنتم بحاجة إلى الشخصين إذا الشخصين يجب أن يحترما بعضهما ضمن الفريق ولكن أحيانا تجدون أنفسكم في معدلة بين الاثنين لأن شخص يقول لكم نعم نستطيع القيام بذلك وشخص أخر يقول العكس ومن ثم هناك ما يسمى بالعمود الفقري شخص يضحي بنفسه مقابل الفريق من أجل الفريق شخص يقول لا تقلقوا أنا سوف أحقق لكم هذا أعتقد أنكم تجدون هذا النوع من الأشخاص في فرقكم ولسيما وفي الأشخاص الذين يعملون معكم وفي فرق قرات القدم وسوف أعطيكم مثلا عن لعب كرة قدم يتمتع برؤية يرى أمورا لا يراها الآخرون انظروا هنا هذا هو شخص دعوني أريكم مثلا في هذه المباراة يقوم بأمر غير متوقع به ترجمة نانسي إذا كان هذا الشخص ذات الرؤية يرى أمورا لا يراها آخرون دعوني أريكم مثلا عن الشخص الذي يشكل عمود فقري شخص تريدونه دائما في فريقكم عندما تصبح الأمور صعبة يقوم بتحمل المسؤولية هذا هو الكابتن كابتن مارفل أداؤه مميز جدا يكون دائما في الوقت المناسب في المكان المناسب لم يخسر أي معركة طيلة عصر اليوم وهو يأبى أن يخسر هذه المعركة أو ينهازم فيها يبدو أنه يقود الفريق برمته عبر وجوده أينما كان على أرض الملعب أداؤه اليوم كان ممتازاً واللعبون الآخرون يتفاعلون معه بشكل ممتاز انظروا إلى ما يفعله هنا يحصل على الكرة ويمررها انظروا إلى عزمه وإصراره إصراره على تمريرها كي يقترب من المرمى وفي النهاية دعوني أعرفكم على الدكتور لا هذا شخص يجب أن يتقبل أنه أحياناً ليس النجم الساطع أو ليس الشخص المحبوب في منشستر سيتي الدكتور لا لدينا هو فرناندينيو وأود منكم أن تشاهدوا الفيديو بشكل جيد لكي تروا كيف أن هذا الشخص يأبه بالمخاطر وكيف يقيمها هذا النموذج الذي نستخدمه عندما نقوم بتحليل المباريات أنه لا يقوم بالهجوم بل يود حماية فريقه ترون أنه يرقد مراراً وتكراراً من اليسار إلى اليمين وبالعكس دوره هو حماية المنطقة الخلفية انظروا إليه الفريق يهاجم وهو يفكر بأمر آخر هو يفكر بحماية فريقه يفكر كيف يمكن أن يؤمن الحماية للفريق أنتم بحاجة إلى مثل هؤلاء الأشخاص في مؤسستكم شخص يقلق على الفريق برمته نسمي هذا الشخص شخصاً يقوم بحضن الفريق برمته هذه وظيفته ووظيفته صعبة أحياناً ولكنها مهمة أيضاً الأسبوع الماضي في المباراة ضد تشلسي لم يكن موجوداً طبعاً وكانت خسارة كبيرة لأنه لم يشارك في المباراة هو دائماً يفكر بكيفية حماية فريقه إذاً نصيحتي لكم لفرقكم أنتم بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص السلاسة سوف أنتهي عن مقاريب ولكن لدينا هذه الأفكار ما هي قيمة الحصول على قيم أو التمتع بقيم يوافق عليها الجميع أعتقد أن وجود مثل هذه القيم يؤمن نوعاً من الأمان ومن التعلق العاطفي ومن الاتساق يمكنكم أن تحددوا قيمة أو قيمتين أو ثلاث قيم يؤمن بها الجميع ما الذي نفعله نحن في نادي مانشستر يونيتد؟ نقول أن فريق عملنا هو فريق يهاجم نريد أن نسيطر على الكرة نعتمد مباريات أو مبادرات دفاعية وما الذي يعنيه هذا هو أن أي شخص من أي فئة أي شخص في نادينا يؤمن بكل هذه القيم إذاً هذه هي المبادئ الأساسية المقدسة لدينا إليكم فريقنا الأول ترون أن المنطقة الخلفية مفتوحة نحاول أن نجعل هذه المساحة في الخلف مفتوحة إلى حد كبير وخط الدفاع يصعد إلى أعلى وهكذا يصبحون أكثر قرباً من الخصم يعرفون أن المبدأ هو الحفاظ على الكرة والسيطرة عليها والفريق صبور ويواظب وترون هذا الشخص هنا يحاول أن يفتح هذه المساحة في الخلف وإن لم ينجح يعود إلى مكانه ومن ثم من الناحية الأخرى شخص آخر يقوم بالأمر عينه ويكررون ذلك مراراً وتكراراً هكذا نلعب كرة القدم يحاولون مراراً وتكراراً يحاولون الاختراق من جهة إن لم ينجح الأمر يحاولون الاختراق من الجهة المقابلة وفي نهاية المطاف يسجلون هدفاً هذا هو فريقنا من اللاعبين تحت سن الأحد عشر عاماً ترون هؤلاء الأطف صبيان أيضاً يقومون بالأمر عينه خط الدفاع يدفع لحوال أعلى وترون شخص من هذه الجهة وشخص من الجهة الأخرى يحاولان كل من ناحيته أن يخترق إذن إنها أفكار مبدئية يؤمن بها الجميع سوف أختتم بشريط فيديو أخير أعيدكم أنه الشريط الأخير وأحب هذا الشريط جداً وأريد منكم أن تفكروا بما يلي هذه هي المباراة النهائية لسوبر كاب أو لعام 2009 بعد تسعين دقيقة جرت معادلة ولم تكن الأمور تسير بشكل جيد من أجل نادي أو في صالح نادي بشلونة لذلك تمكن أحدهم من وضع كاميرا في الوقت الذي يفصل بين وقت المباراة الرسمي ووقت التمديد فتم تسجيل مقاله الكابتن لباقي أعداء الفريق لأن هذا يعطيكم مثلاً حول القيم إنه في حال ساءت الأمور إلى حد كبير وأنكم عجزتم عن الفوز يجب عدم التغيير أو التراجع عندما تصبح الأمور صعبة تعودون إلى المبادئ الأساسية والجوهرية بالنسبة إلى خدمات الحكومية هذا أمر مهم لديكم أمور تؤمنون بها ولكن الأمور قد لا تحصل أو لا تجري كما تشتهونها أحياناً لذا يجب العودة إلى الجذور إلى المبادئ الجوهرية والأساسية وهنا سترون الكابتن يقول باللغة الإسبانية وتذكروا أن الفريق لا يفوز يقول لهم لا تقلقوا نستمر بالقيام بما نفعله أنتم لا تقلقوا حيال أي أمر آخر كوموا بواجبكم نقوم بما نفعله عادة ومن باب التذكير لقد فازوا في النهاية الاتصاق والثبات بدون حدود ومن باب التذكير الاتصاق والثبات بدون حدود نقوم بمجرد من باب التذكير بمجرد من الأساس يجب أن تحضر لطيفين نقوم بمجرد لطيفين إنه لطيفين كما تقولون لطيفين لطيفين بمجرد هذا مهم جدا عندما تسوق الأمور يقول لهم لا تقلقوا افعلوا ما تفعلونه دائما كونوا أوفياء لما بدئكم أعتقد أن هذا ينطبق على الحياة إلى حد كبير وسوف أختتم بالتالي أسأل دائما أو يتم سؤالي دائما ما هو سر النجاح في كرة القدم هل القرارات مهمة مثلا أقول القرارات والوقت الذي تستخرقونه في اتخاذها وسوف أشرح لكم أمرا يتعلق بالفشل كل شيء في الحياة يتعلق بالدورات دورة اقتصادية دورة كرة القدم من هم أفضل المدراء في العالم أو الإداريين في العالم أنهم الأشخاص الذين يأخذون أو يتخذون القرار قبل حصول التغيير في العام 2006 كانت برشلونة قد فازت بكل شيء ولكن كنا نعي وجود مشاكل وكان لدينا عروض لكي نبيع لاعبين رونالدينيو مثلا بستين مليون يورو وقلنا لا رفضنا ولكن بعد مرور عام ساءت الأمور بالنسبة إلينا كما كان متوقعا وقمنا ببيعه بخمس وعشرين مليون يورو إذن خسرنا هذا المبلغ من المال في غدون عام واحد لذا نصيحتي اتخذوا القرارات قبل منحنة الوصول إلى منحنة التغيير وإذا خسرتم بعض الدولارات لا بأس بذلك لأنكم انقومتم حتى النهاية وإذا تخذتم القرار في لحظة الأخيرة قد ينطوي هذا على مخاطر كبيرة أنا أعرف شخصا في إسبانيا اشترى بخمسة مليارات دولار أكبر أكبر أرض عقارية وفي العام 2008 تغير العالم بسبب الأزمة وتلك الأرض لم تكن تساوي شيئا وأستطيع أن أخبركم بأنه عندما باع ذلك الشخص العقار بـ 6 مليارات دولار لامه الناس وقالوا أنه تسرع ولكن لو انتظر لكان خسر الكثير من الأموال إذن هذا كل شيء شكرا جزيلا شكرا أعتقد أن الجميع يتفق على أن العرض كان رائعا إذن سنستعين بهذا العرض وبملاحظاتكم كأساسا لجلسة الأسئلة والأجوبة إذن لدينا تعليقات كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال المتابعين كنت تقول للحضور بأنك تعملت مع الكثير من اللاعبين لو كان عليك أن تحسن خدمات المؤسسات الحكومية ما الذي كنت لتفعله؟ كل ما رأيناه هو أرقام إذا ما كنت لديك هذه المهمة أين تبدأ؟ ما الذي تفعله؟ هذا السؤال صعب خلت أنك لن تطرح أسئلة صعبة لا أود أن أدعي أنني خبير في الإدارة الحكومية ولكنني كنت أستمع إلى الكثير من العروض ومن بين الأمور التي كانت مشتركة بين العروض المختلفة هي الاهتمام بالناس إذن بنهاية المطاف العملاء هم المواطنون إذن لا يمكن أن يحقق أي شيء من دونهم ذلك يشبه المثال الذي أعطيته عن دكتور هوبس إذا ما كنت تريد أن تفرض شيئاً والناس لا يريدونه وإذا ما كنت تريد أن توفر له ما تريده أنت لن تنجح رأيت أمثلة كثيرة عن استماع الحكومة للناس واستخدام التكنولوجيا وتلبية المتطلبات إذن أنا معجباً بذلك يبدو للجميع أنك مشجع كبير لدكتور هوبس وأعتقد أنه في عالم كرة القدم هناك مثال آخر عن أليكس فرغسون مثلاً أتذكر في مقابلة تلفزيونية إن لم أكن مخطئاً كانت المقابلة على قناة البي بي سي طرح عليه الصحفي سؤالاً وهو من هو أهم شخص في مانشستر يونيتد؟ قال يجب أن تعرف أن الشخص الأكثر قوة ونفوذاً في مانشستر يونيتد هو المدير نفسه إذن آليكس فرغسون هو المثال الجيد للأسلوب الاستبدادي إذن تحدثت عن استخدام هذا الأسلوب في الخدمات الحكومية ولكن رأينا على مدى سنوات أن النجاح كان يكمن في ذلك إذن قال الكثير من الناس أن هذا هو الأسلوب الذي نريده في الخدمات الحكومية إذن هنا علي أن أتحدث ربما عن منافسي تضعني في وضع صعب ولكن لديك وجهة نظر فيما يتعلق بذلك بعدما لم يعد فرغسون في منصبه أنت تتحدث عن شخص وعن نموذج تنظيمي إذن مع هذا الشخص المؤسسة تسير على ما يرام السؤال هو هل هذه المؤسسة تسير على طريق صحيح من دون هذا الشخص إذن هل الأمر يتعلق بفرغسون نفسه أم بالمؤسسة نفسه لا أريد أن أتحدث عن مانشستر يونيتد ولكن أستطيع أن أقول أن الهيكلية في مانشستر سيتي لا تعتمد على شخص واحد لدينا فريق نحن ننظر إلى أو نخطط للسنوات الخمس القادمة ولدينا مدير أيضا يهتم بالأمور اليومية إذا ما سألت مانشستر سيتي من هو المدير سيقولون أن هناك الكثير من المدراء ويعملون كفريق ربما آتي في العام المقبل وسنرى كيف أبلت يونيتد من دون فرغسون لدي سؤال طرح على جوجل بلوس بشأن طبيعة الخدمات التي يقدمها نادي كرة القدم والحكومات من جهة أخرى الأمر يتعلق بالخدمات الترفيهية التي توفرها الأندية لماذا معظم الحكومات أو معظم الخدمات الحكومية تركز على الحياة والموت؟ ما الذي يمكن أن تتعلمه الحكومات من كرة القدم ليست الحياة؟ إنها ربما صورة بيانية للحياة أو تشبيه للحياة يمكن أن نتعلم من هذه القصص الصغيرة ولكن لا يسعنا أن نطبقها مباشرة على أمور أكثر أهمية على تويتر هناك تغريدة عن النجاح وقياس النجاح من خلال النتائج على أرض الملعب وهذا يعني خلال المنافسة مع فرق أخرى هل يمكن أن نأخذ هذه التنافسية لنطبقها على الخدمات العامة للحكومة؟ هل يمكن أن يتنافس قطاع عام مع قطاع آخر؟ لأنه من دون المنافسة لا يمكننا أن نحكم على أحد القطاعات وأن نعرف إذا ما كان هذا القطاع يحقق النتائج المرجوة أعتقد أن المنافسة جيدة وكرة القدم هي فقط تشبيه لأن الحياة مختلفة إذا ما كنا نتحدث مثلا عن مكتب حكومي قد يكون من الضروري أن يفسر هذا المكتب كل شهر ما قام به أو كل سنة حتى إذن بشكل عام أعتقد أن المنافسة جيدة دائما وأنت تتنافس دائما ولكن الناس الذين تقدم لهم الخدمة يقارنون خدمتك مع الخدمات التي توفرها القطاعات الأخرى إذن أعتقد أن المنافسة جيدة في نهاية المطف أعتقد أنه يسعون أن نأخذ سؤالا أو تعليقا ربما من الحضور إذن الرجاء تزويد المتحدث بالمايكروفون أدعى محمد القاد إذن أنني مدير شركة في البحرين شكرا جزيلا على عرضك أردت أن أربط ذلك بورش أعمال في مجال الضيافة سمعت أنه يجب أن يتم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ولنقول أن النادي في أحد الأوقات قد يكون عليه أن يستغني عن أحد أبرز اللاعبين هذا قرار صعب إذا ما أردت أن تطلب من الناس مثلا أو أن تسرح بعض الموظفين هذا صعب وكما قلت كرة القدم هي عبارة عن تشبيه في كرة القدم الأمور صعبة جدا رأيت مانوال بليغريني إذا ما كنتم قد سمعتم بمانوال مانوال هو شاب نطيف عمره ستين عاما ولكنه قاص جدا وعندما يقول للاعب لا أريدك أن تلعب يكون جديا رأيته يقوم بذلك بنجاح مع جو هار وهو أحد حارسي المرمى كان في مباراة صعبة وقال له لن تلعب بعد ذلك ولكنه تعافى من هذا الموضوع أتذكر أن ليومسي قال لي مرة سألته عن جارديولا وقال لي أمرا بسيطا أعتقد أنه يعكس الأمر نفسه قال لي أنه قاص جدا ولكنه عادل إذا إذا ما كنت عادلا من الممكن أن تكون قاصيا من المقبول أن تكون قاصيا وأن لم تكن عادلا هذا غير ممكن ولكن في منصب القيادة مثل منصبك يجب أن تكون قاص وعادل في الوقت عينه إذن سنأخذ سؤالا آخر إذن سأخذ السؤال من هذه الجهة وبعد ذلك أعود إلى الجهة الأخرى أود أن أشكرك على هذا العرض الممتاز أعتقد أنني أعرف ما الذي رأاه صاحب النظرة أو الرؤية الثاقبة صاحب السمو شيخ منصور فيك وفي رؤيتك لدي سؤال قد يكون أيضا تشبهيا كما تعرفون برشلونة لديها كامتيرا ولمسيا وكان هناك شائعات بأن بناء القدرات بأن بناء قدرات هؤلاء في منصتي سيكونهم مناسبا السؤال هو كيف بنت برشلونة قدرات هؤلاء أو هذين اللاعبين الفتيين وكيف يمكن أن يتم تطبيق هذا النموزج نفسه في الحكومة كيف يمكن بناء قدرات المنافسة والتنافسية وتعزيز المهارات في مرحلة معينة من عمر الموظفين إذا ما كان علي أن أشرح سبب نجاح برشلونة في تعليم أو سقل مهارات اللاعبين الفتيين تسعة من أحد عشر لاعبا قد نموا في برشلونة وتطوروا في برشلونة إذن هذا يتعلق بالقيم طريقة العمل في برشلونة وفي آمستردام وهو ناد جيد أيضا يطور اللاعبين وما نعمل عليه أيضا في مانشستر سيتي هو أن هناك سلسلة من القيم والركائز لكرة القدم والجميع يلعبوا بطريقة نفسها هذا قصن جدا وصعب جدا إذن يذهب المدرب إلى اللاعب الصغير ويقول له تلعب بهذه الطريقة في الحالات الأخرى يكون للاعب وجهات نظره الأخرى يجب على المدرب أن يقول له هذه هي طريقة لعب كرة القدم هنا وإذا كانت لا تروق لك يجب أن تذهب إلى نادا آخر إذن هذا مهم جدا إذن يبدأوا اللاعبون بلعب كرة القدم منذ عمر خمس سنوات وعندما ينضمون إلى الفريق الأول يكون عمرهم 18 عاما ويؤمنون بهذا الالتزام الحقيقي وبالطريقة الموحدة للعب كرة القدم هذا هو سر النجاح يجب أن تكون القيم موحدة بين الجميع وبالطبع سيكون هناك شخص يقول إن هذه الاستراتيجية غير ناجحة لقد خسرنا ولابد من تغيير المبادئ لكن لابد من أن يكون هناك إصرار على كما رأينا في الفيديو المحافظة على القيم نفسها والمبادئ نفسها أعتقد أن هذا هو الدرس الذي يمكننا أن نستخلصه إذن تحدثت عن اللاعبين الفتيين هناك بالطبع استراتيجيات للبحث عن اللاعبين في بلدان مختلفة كيف للمؤسسات الحكومية أن تبحث عن المهارات المناسبة كما يحصل في الأندية أعتقد أن المواهب موجودة أينما كان في كرة القدم وفي عالم الأعمال ومنذ بضع سنوات ربما كان في الإمكان القول أن الأمريكيين أكثر استعداداً لممارسة التسويق وأيضاً في أشؤون المالية وهذا لم يعد ينطبق على الواقع اليوم فيما يتعلق بالخدمات العامة الأهم هو مدى القدرة على جذب المهارات والمواهب عندما تقوم بإدارة مانشستر سيتي أو أفسي برشلونة قد تكون الأمور أسهل لأن الجميع يريد أن ينضم إلى مانشستر سيتي ولكن إذا ما كنت تعمل في مؤسسة حكومية ولديك ربما ضوابط فيما يتعلق بالأجور التي تدفع قد يكون الأمر أكثر صعوبة ولكن ليس هناك من سبب يدعون للاعتقاد بأن ربما الإنجليزيين هم أفضل من غيرهم قد يكون الإسبانيون أو غيرهم أفضل في البداية تحدثنا ربما عن الشبه بين وتشبيه الموظفين للفريق والمدرب للمدير وأيضا هذا الشبه بين كرة القدم والخدمات الحكومية وصلتني تعليقات كثيرة تتسأل ما الذي يسعكم أن تفعلوه في المؤسسات الحكومية من أجل زيادة رضا الموظفين لماذا يعمل الموظفون في الكواليس؟ كيف لكم أن تحافظوا على رضا الموظفين في مؤسسة حكومية؟ هنا تحدثت عن الالتزام لابد من أن يؤمن الموظفون بما يقومون به وبعملهم لابد من أن يكون يستمتعوا بخدمة الناس إذن هناك الكثير من الأشخاص حول العالم يكون عليهم أن يعملوا بكد ويقوموا بأمور أقل جدوى إذن لنقل إذا كنا نتحدث الآن عن خمسة رؤوس بطاطا ربما أو الخدمات الطبية إذن كان هناك عرض لصاحب السموء الشيخ منصور وتحدث عن امرأة تعمل في مجال الرعاية الصحية وكان يتحدث عن أهمية مساعدة الناس وربما الرضا الذي نشعر به عندما نقوم بمساعدة الآخرين إذن الالتزام هو الأهم وهذا بالطبع والالتزام أهم من المال الذي يتقضى الشخص فيما يتعلق بكرة القدم نعرف أن هناك أسليب مختلفة وأن هناك فرق ناشحة في أماكن عديدة وكانت فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية بالنسبة إليك ما هو نوع الخدمات العامة التي يسع الاستفادة من كرة القدم في إطارها في الواقع لا أعرف أعتقد أن الدروس التي يمكن استخلاصها هي دروس ملهمة وأن أي خدمة يمكن أن نستلهمها من قطاعات مختلفة بالطبع أنني لا أقترح أن تنقل ما تتم أو تجربة كرة القدم ولكن يمكن أن تستلهموا وأن يتم تطبيق هذه الدروس في المؤسسات العامة لقد وعدت السيد هنا أن أخذ سؤالة تفضلي لو سمحتي بإعطاء المايكروفون للسيد المعني شكرا شكرا عادة يتعلم الناس من النجاح ولكن نود نحن أن نتعلم من الفشل إذن نود أن نتعلم من أسوأ خطأ اقترفه السيد فران يمكن أن نتعلم منه وأن نتفداه في الخدمات الحكومية أعتقد أنني تطرقت إلى ذلك ربما اقترفت أخطاء أخرى ولكن كنت يوما ما في أعلى الهرم وبعد تسعة أشهر بدت في الأسفل عام 2006 فازت برج هالونا بالشامبينز ليغ والليغ وكل الألقاب كنا جميعا سعداء ولكننا نعرف أن الأمور لا تجري على ما يرام إذن نعرف أن هناك خللا في الأمور ونحن نعرف أيضا أنه خلال الشهرين الماضيين من الموسم لم تكن الأمور تجري على ما يرام إذن بحلول نهاية الموسم عقدنا اجتماعا مع فرانك رايتر المدير وأشخاص آخرين معنيين بصنع القرار وفي قرارة نفسنا كنا نعرف أننا بحاجة إلى أدخال تغييرات وأننا لم نكن نتمتع بالشجاعة الضرورية للقيام ببارك بدأنا نفكر بما سيفكر به المشجعون وكيف ستكون ردة فعل الأعلام لأنه بالنسبة إلى الجميع كان الفريق مثاليا ونحن كنا الأشخاص الوحيدين الذين نعرف أن الأمور لم تكن مثالية لم نتمتع بالشجاعة الكافية وقد خسرنا على مدى عام بعد ذلك أدخلنا التغييرات وفزنا مجددا إذن كان الأمر يكلف قرارا واحدا ولكننا لم نتمتع بالشجاعة الكافية لاتخاذه لأننا كنا نفكر برأي الآخرين عوضا عن التفكير بمصلحتنا كما تعرفون السياسة يمكن أن تقضي على أي فريق عمل أو شركة قلت أن السياسة يمكن أن تقضي على فريق العمل من وجهة نظرك ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها أي قائد من أجل أن يحدى من السياسة ومن أجل أن يحسن الأداء أعتقد أنك محاق بالطبع السياسة يمكن أن تقضي على الفريق ولقد أريتكم مثالا عن ذلك في كرة القدم لدي فكرتان أولا الاتصال والتواصل الحوار الحديث مانوال باليجريني انضم إلى الفريق خلال هذا الصيف وبعد أسبوع كان اللاعبون سعداء لأنه تحدث معهم هذا لا يعني أنه يقول أمورا جيدة أنه يقول أمورا سلبية أيضا ولكنه يحاورهم يتواجه إلى شخص ويقول له أنك لا تقوم بالأمر الصائب وهذا مهم والمشكلة التي قد تصادفكم وتصادف آخرين أنه ربما من غير المريح أن تذهب إلى شخص وتقول له أن أداءه غير جيد وإذا لم تفعل ذلك قد تتراكم الأمور وتبدأ هذه الأمور أو تصبح السياسة معنية في هذا الموضوع إذن عادة الناس يتوقعون من القائد أن يحل الأمور وإن لم يحلها لن يذهب إليه ولا يقول له أنك لم تحل الأمور بل ستدخل السياسة في الموضوع إذن الأهم أولا هو الحوار وثانيا كن القصاوى والعدالة في الوقت عينة يمكن للقائد أن يقول أن أداءك لا يعجبني لأنه يوم أصبح معجباً بأدائك سأطلعك على ذلك فيما تعلق بما تطرقت إليه خلال عرضك وحديثك عن الحظ وأن الكرة لا تدخل المرمى بالحظ أعطيتنا أمثلة عن برشلونة وليفربول في عام 2005 في تشامبينز ليغ كان يخسر وكان هناك التزام قوي وعام 2003 في المباراة النهائية من البريمير ليغ ولكن هناك أمثل عن الحظ هناك كثيرون يوافقونني الرأي هناك فريق قد يخسر نتيجة خطأ أو أي عامل طبيعي على عكس الخدمات الحكومية ليس هناك من مجال للحظ وأعتقد أنه فيما يتعلق بقطاع الخدمات العامة لا مجال للحظ أو الاستفادة من الحظ في الخدمات العامة هناك الكثير من دكتور نو أو طبيب لا أو كلا دعونا نقوم بهذا التمرين من جهة سنشكل فريقاً سوف يعمل على بناء شركة جديدة ومن جهة أخرى سوف نشكل فريقاً من أجل إدارة مكتب حكومي الفريق الأول هو بحاجة إلى الكثير من القادة لديهم رؤية وأفكار وأشخاص متحمسين لأنهم لو اقترفوا خطأاً يمكن أن يصلحوه ولكن الفريق الثاني بحاجة إلى الكثير من أطباء كلا لأنه لو اقترف خطأ صغير في القطاع العامة أو الخدمات العامة ويجب أن يتم تحديد تركيبة الفريق إذاً لابد من أن يكون دائماً هناك قائد لديه رؤية ولكن في الخدمات العامة يجب أن يكون مستوى الحذر أعلى أو أكبر شكراً جزيلاً على عرضك تحدثت عن أجور اللاعبين خلال عرضك في مانشستر سيتي هل هناك رقم مرتفع جداً لن يدفعه النادي لأي لاعب إذاً الأجر الأسبوعي نحن نتحدث عن أجر سنوي ليس أجر أسبوعي ليس لدينا رقم ليس لدينا أو عفواً لدينا هامش يمكن أن ندفع في إطاره ولدينا نظام إذن للتعويض مختلف سأعطيك مثالاً على ذلك عوضاً عن دفع مئة يمكننا أن ندفع ثمانين ثابتة ولكن نسبة أربعين متفاوتة مثلاً إذا ما كنت لاعباً ولم تفز أو لم تحقق النتائج المرجوة تحصل على ثمانين في المئة من الأجر المخصص لك وإذا ما نجحت سوف تحصل على أربعين في المئة إضافية إذا متى تعتقد أنه سيدفع مليون باوند أسبوعياً لأحد اللاعبين هذا غير ممكن تتحدث عن خمسين مليون باوند سنوياً هذا غير ممكن ربما اليوم هناك لاعبين ربما يجنون عشرين مليون باوند سنوياً إذا اقتربنا إلى اختتام هذه الجلسة وبما أننا نتحدث عن كرة القدم لا أريد أن ننهي من دون أن أطرح عليك سؤالاً يتبادر إلى أذهان الكثيرين سيد سوريانو فران هو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي وكان مديراً لبرشلونة بالطبع هو مشجع كبير لكرة القدم وإذا ما كان هناك مباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي أين يكون عقلك وأين يكون قلبك إنني ملتزم كثيراً في عملي في نادي مانشستر سيتي سيد سوريانو إنني أتحدث عن ناحية عن ناحية التشجيع وحبك لكرة القدم ولدت في برشلونة وأنا من كتالونيا وأنا مشجع لنادي برشلونة ولكن هناك فريق واحد بالطبع أريد أن يفوز وهو فريق مانشستر سيتي لا مجال لمناقشة ذلك شكراً جزيلاً إذن بذلك ننهي أو نختتم هذه الجلسة إذن أعتقد أنكم توفقونني الرأي بأن المتحدث كان رائعاً شكراً جزيلاً نسررنا بحضورك هنا ونتمنى الأفضل لمانشستر سيتي في المباراة القادمة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً